تحول متنزه عام في الدورة بسبب الإهمال إلى ملاذا للمتعاطين أهالي حي الشرطة في العاصمة بغداد طالبوا الجهات المعنية بإيجاد حلولا لمشروع المتنزه المتلكة أما البلدية فعزت تأخر إنجاز المشروع إلى خلاف مع شركة السكك الحديدية التفاصيل مشاهدين مع مراسلنا حيدر حميد على الرغم من إعلان الحكومة المباشرة بإنهاء ملفات المشاريع المتلكة لأن بعضها ما يزال مهملا فهذا المتنزه الواقع في حي الشرطة واحد من المشاريع التي باتت عبع كبيرا على أهالي المنطقة كونه أصبح مركزا يرتاده المتعاطون والمشردون هذا المنتزه استثار حاليا مأوى وين ماك واحد يكبسي ليشرب يعني ساحك تلقاع ما عنده مكان ينام بيجا هنا لذا تيجي هنا تتمشي تشوف هنا بطالما المشروب أكو حتى حبوب مشمورة ما نعرف شنو مصدرها نطالب القوات الأمنية القوات الماسكة تدخل في هذا المنتزه ما الحي الشرطة يعني الوضع به كل شي تعبان الناس تيجي بالليل ما هبة ودب من أي مكان يجون يطبون بي وإحنا ما نعرفهم مين ما مين بحيث إحنا بزعة أرواحنا إحنا هم أصحاب عوائل ونخاف على عوائلنا إحنا بيوتنا على المتنزه يعني هم تمسنا وتمس عراضنا ما نقدر لا نطلع لا نطب لا فأشكال كرستال حبوب أشكال وهذا مقصد الكلام بلدية الدورة عزت أسباب الإهمال والتأخير في إنجاز المشروع إلى المنع الذي تعرضت له من قبل الشركة العامة لسكك الحديد بالنسبة للموقع اللي إحنا الآن يعني دن نتكلم عنه هو كان سابقا حديقة مؤهلة من 14 سنة عدنا تأهيلها وبلشنا بالعمل وباشرنا يعني مثل ما دا شوف إنه إحنا جندنا نشتغل نافورة والتصميم ناموذج مصادق عليه لكن من بلشنا نشتغل السكك الحديدية وقفتنا السكك وقفونا لأنه الأرض هي تابعة للسكك وسوينا وياهم محاضر وكتب رسمية ومخاطبات بصراحة ما قدرنا نشتغل إلا يعني وقفونا ما نقدر نشتغل فمن تقريبا قبل سبوع أو عشر أيام إجانا الكتاب إنه نقدر يعني إنه نافورة أوكي حصلت موافقة عليها لكن إلى الآن ما إجتنا موافقة إنه نشتغل يعني المسطح الأخضر وتشهد مناطق العاصمة بغداد العديد من المشاريع المتلكئة تعز أسبابها إلى الفساد الإداري والمالي في الحكومات السابقة فضلا عن تلكئ بعض الشركات المنفذة لتلك المشاريع هيدر حميد قناة دجل الفضائية